وأعظم علامات الحرص على الخير العلم لأن العلم نور الله أهل النور هم أهل العلم الذين ثبتوا عليه وعلموه وعلموه وحرصوا عليه وهو البركة الدائمة قال جل وعلا مخبرا عن قول عيسى بن مريم عليه السلام في المهد قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قال أهل العلم بالتفسير من السلف وجعلني مباركا يعني معلما للناس الخير أينما كنت وهذا من أعظم البشرى للعبد أن يكون معلما للناس الخير وداعيا إلى الخير أينما كان ومن نعمة الله على أمتنا أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أن تعليم الخير والدعوة إلى الخير مبعضة مجزأة لا يشترط أن يكون المرء عالما بكل العلم أو بأكثر العلم حتى يعلم أو عالما بأكثر القرآن أو بأكثر السنة حتى يدعو إلى الله من علم شيئا يعلم ومن علم شيئا دعا إليه والدليل على ذلك على هذا التبعيض وعذه التجزئة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأهل الإسلام وكانوا مئة ألف قال لهم عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأا سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع فدلت دلت هذه الكلمات منه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن من علم حديثا ما قاله له عليه الصلاة والسلام فوعاها فهمها فأداها كما وعاها كما حفظها حفظها وفهمها وعاها ثم أداها كما علمها دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالنضرة يعني بالوجه الحسن والبشارة والنور له وأن يلقى نظرة النعيم حين لقاء ربه جل وعلا ولذلك العلم متجزة وإنما الصحيح الذي دلت عليه السنة أن من علم شيئا فوعاه فمن الخير أن يبلغه شكراً للمشاهدين